السلام عليكم ورحمة الله اهلا بيكم معانا في قناة بيتي بيت شركة نينجا من الشركات القوية جدا في مجال الالايات الهوائية والفترة اللي جاية هتنزل هنا في الدول العربية اصدار اقل ما يقال عليه انه فعلا اصدار مذهل واللي نزل منه بالفعل في الدول الاجنبية والاوروبية وبعض الدول العربية زي الامارات مثلا الاصدار اللي مش شبه اي قلاية انت شفتيها قبل كده ولكن السؤال هنا هل الاصدار ده هينجح فعلا؟ طيب هل ليه عيوب؟ ايه هي عيوب احدث اصدار من قليات نينجا؟ وهل مستوى اداء الالاية كويس؟ ولو انت في دولة عربية ازاي تحصولي على الاصدار ده؟ وعلشان في نهاية الفيديو تعرفي هي فعلا تستاهل ان انت تشتريها ولا هي شو وفتكسات على الفاضي؟ كل دو اكتر هنعرفه مع بعض النهاردة فخليكي معانا لاخر الفيديو واتغطي لايك واشتراه الالاية اللي هنتكلم عنها النهاردة تمت اتحادها واصدارها في السوق لاول مرة يوم 2 ابريل 20-24 فالاول خلينا نعرف معلومة مهمة جدا لو انت نوية تشتريه الالاية الالاية فيه منها اتنين موديل موديل اس ال ربعمية يو كي وده هيكون تسعة ونص لت وفيه موديل تاني اس ال تلتمية يو كي وده سبعة وستة من عشرة لت وكمان هتلاقي منها اللون الاسود بيد لامعة فضي او اللون الرصاصي بيد فضي مار والالايتين بالزبط زي اخت كبيرة واخت صغيرة نفس الامكانيات ونفس طريقة الاستخدام ولكن بمقاسات مختلفة وفروق طفيفة جدا هنذكرها واحنا بنعمل الريفيو النهاردة بإذن الله اول حاجة هتلاحظيها ان القلاية مش دورجين جنب بعض يعني القلاية مش سايد باي سايد ولكن دورجين فوق بعض بشكل رأسي وده بيقلل حجم القلاية الخارجي او المساحة اللي بتحتاجها القلاية على الرخامة ولكن بنفس الحجم الداخلي ونفس كمية الاكل اللي بتستوعبها اي قلاية من دورجين بالنسبة لمقاسات القلاية فالقلاية العرض 280 ملي العمق 470 ملي الوزن 10.3 كيلو جرام الارتفاع 385 ملي وبالتالي هي مناسبة ان هي تتحطى على الرخامة تحت دولاب المطبخ ولكن تاخد بالك ان الناحية اليمين من القلاية هي اللي فيها فتحات التهوية الرئيسية وبالتالي بيخرج منها هوا ساخن اثناء الاستخدام القلاية فمهم ما يبقاش فيه حاجة جنب القلاية من الناحية اليمين القلاية فيها اربع مستويات للطح وست وظيف ساعة القلاية 9.5 لتر زي ما قلنا وفيه منها موديل 7.6 لتر القلاية 240 فولت 2470 وات اتنين درج زائد اتنين راف المواد المستخدمة في التصنيع الالمونيوم والبلاستيك الحيز اللي بتستخدمه او بتستهلكه القلاية على الرخامة اقل بحوالي 30% من نفس الساعة الداخلية لأي قلاية تانية مع وجود درجين كل درج ساعة 74.5 لتر كل درج بيكفي الفرخة كاملة بوزن كيلو ربعمية جرام مع امكانية استخدام رفوف عند الطه مثلا لو هتعملي فراخ بني لمضاعفة الكمية المستخدمة في القلاية ومضاعفة ساعة القلاية وتقدري تستخدمي الرفوف الاضافية كمان بطهي اربع اصناف في نفس الوقت والقلاية تقدري تستخدميها في القلي بدون زيت بدهون اقل بنسبة 75% اقل تقدري تستخدميها في التحميس والخبز والتكفيف ودعادة التسخين وتقدري كمان تستخدمي وظيفة مختلفة ودرجة حرار مختلفة لكل درج يعني تقدري تستخدمي مثلا درج في القلي ودرج التاني في التسخين الاكل او التحميس مع وجود خاصية المزمنة بحيث يبقى وقت الانتهاء للدرجين واحد القلاية اسرع بنسبة 55% مع استهلاك كهرابا اقل بنسبة 55% من الافران الكهرابا هتلاقي كمان مع القلاية دليل وصفات بيسهل عليكي ضبط درجة الحرارة والوقت وفيه طبعا وصفات مختلفة مع الجدول بتاع درجة الحرارة والوقت لكل وصف والقلاية سهلة في التنظيف اليدوي مجرد صابون وليفة نعمة بس المهم تنظفيها بعد ما تبرد وبتبقى سهلة جدا في التنظيف وده بفضل الطبقة المانعة للالتصاق واللي مطلية بيها القلاية وكذلك القلاية آمنة جدا للاستخدام في غسالة الصحون وبعد ما عرفنا كل مواصفات القلاية تعالوا نشوف القلاية نفسها وطريقة التعامل معاها أولا الدرجين هتلاقي الدرجين متسويين تماما كل الدرج فيه شبكة مطلية بمادة غير لاصقة ودي شبكة القلاية الأساسية عشان تخلي الأكل مرتفع شوية وتضمن جودة التسوية وتوزيع الهوى السخن جوه القلاية كمان هتلاقي كل درج فيه شبكة أو رف إضافي غير مطلي والرف ده بيساعد في مضاعفة كمية الأكل اللي هتسويها في القلاية كمان الشبكة المطلية الأساسية هتلاقي من الجوانب بتاعتها قطعة مططية للحفاظ على حالة القلاية من أي خدوش أثناء استخدام القلاية أما بالنسبة لملف تسخين القلاية فهتلاقي ملف التسخين جوه القلاية في الوش كده على طول أول ما تشيل الدرج في الظهر الأدراج مش فوق لكن ملف التسخين بتاعنا هنا في القلاية دي بعد ما تفتح الدرج هتلاقيه في الوش على طول وده بيفسر ليه وجود فتحات في درج القلاية من قدام لأن وش درج القلاية ده هو المناصق لملف التسخين وبالتالي الفتحات دي بتسمح للهوى السخن إن هو يدخل في درج القلاية ويسوي الأعلى لوحة المفاتيح هتلاقي فيها جزء تاتش مع وجود بكرة وهتلاقي في الجزء التاتش ستة إعدادات مبرمجة مسبقة زي القلي والخبز والتسخين ولكن كمان هتلاقي البكرة اليدوية لاستخدامها في تعديل سريع على درجات الحرارة وكمان تقدر تعدلي منها وقت الوجبات لو أنت حابة ما تستخدميش البرمجة الأساسية للبرامج القلاية مش بتحتاج تسخين مسبق ويمكن استخدامها مباشرة بدون تسخين لوحة المفاتيح من الجنب اليمين أول زر والزر الثاني دول اختيار الأدراب بحيث أن الزر الرقم واحد ده للدرج العلوي الزر الرقم اثنين ده للدرج الصفلي تحتهم هتلاقي ست وظايف تختاري بينهم بعد اختيار الدرج يعني تختاري الدرج الأول من الزرار رقم واحد واثنين ممكن تختاري الدرج الأول ممكن تختاري الدرج الثاني ممكن تختاري الدرجين وبعدها بتختاري من البرامج بتختاري البرنامج اللي انتي عايزة تشتغلي به يعني مثلا البرنامج بتاع القلي بتضغطي عليه لو هم بتبرمج على وقت معين وانتي عايزة تزودي الوقت بتعملي كده من البقرة عشان الست وظيف او الست برامج دول ليهم اعدادات مسبقة يعني مجرد ما بتختاري برنامج زي القلي بتشتغل درجة الحرارة مع الوقت القائم فالبقرة عشان تغيري درجة الحرارة والاعدادات لو الاعدادات مش مناسبة معاك وده اول اختلاف بين القليتين التسعة ونص لتر والسبعة وستة من عشر لتر واحدة هتلاقيها ببكرة لتعديل درجة الحرارة وواحدة هتلاقيها بزرارين يعني بدل البكرة دي هتلاقي فيها زرارين عليهم علامة زائد ونقص او بلس وماينوس لتعديل درجة الحرارة والوقت بدل البكرة اما القياسات بتاعت الموديلين فهم الاثنين نفس المقاسات ولكن الاختلاف في العمق فقط نوصل هنا للنقطة الاهم من الفيديو نظرا لان القلاية لسه جديدة محدش لسه استخدمها جديد فدايما الناس بتبقى خايفة تشتريها تظهر فيها عيوب محدش اكتشافها قبل كده ولكن احنا هنا جمعنا لكم كل العيوب اللي ممكن تكتشفيها في القلاية اول حاجة اصوات التنبيه عند بدء التشغيل وانتهاء التشغيل فيه منبه المنبه ده صوته مرتفع نسبيا مع عدم القدرة على تعديل الصوت او خفض صوت التنبيه ودي حاجة تعتبر مزعجة بعض الشيء العيب التاني وجود فتحات في سلة القلاية سواء السلة العلوية او الصفلية ده بيخلي القلاية غير مناسبة لتسوية اي شيء سايل زي الكيكة مثلا في حين القلايات الدرج التقليدية كنا بنسوي فيها الكيك ولكن دي علشان الدرج فيه فتحات عشان طبعا تقدر الهوى يدخل فيها ويسوي الاكل اللي فيها فطبعا الفتحات دي بتمنع ان انت تسوي فيها اي حاجة سائلة العيب رقم تلاتة مع استخدام القلي لقطع الفراخ او الكفتة هافتح من القطع اللي بعيدة عن السخان وده معناه ان انت محتاجة تبدلي وتنقلي اماكن الاكل اثناء التسوية وكذلك محتاجة تقلبي البطاطس اثناء البرنامج بتاع تسوية البطاطس مشغال يعني في نص الوقت كده تقلبي البطاطس علشان تحصلي على افضل النتائج العيب رقم اربعة السعر سعرها يعتبر مرتفع بنسبة مش قليلة مقارنة بالقليات الدرجين العادية ولكن ده طبعا لانها بتوفر مساحة على رخامة المطبخ وكمان بسبب تصميمها المختلف العيب رقم خمسة ان هي مفهاش شاشة لمتابعة الاكل اثناء التسوية وطبعا الميزة دي بتبقى مريحة جدا وبتوفر عليك ان انت تفتحي مثلا الدرج تتطميني الاكل استوى ولا لأ او تتطميني ان انت محتاجة تقلبي الاكل دلوقتي ولا لأ علشان درجة الحرارة بتاعت القلاية بتقل لما تفتح الدرج وترجعي تاني فطبعا لو في ميزة ان فيه شاشة شفافة لمتابعة الاكل دي كانت هتبقى كويسة جدا فدول الخمس عيوب الموجودين في القلاية يارب اكون قدرت افيدك النهاردة يارب تكونوا استفدتم معينا لو استفدتم معينا دعمونا بلايك اشتراك كومنتو محفز والسلام عليكم ورحمة الله